shift and delete shift and delete shift يعني تنقل حاجة من حاجة لحاجة و delete يعني تمسح shift delete 30 ده اسم معرض من المعارض اللي اقيمت معرض فن تشكيلي لكن مختلف شوية حضراتكو يمكن اكيد زورتوا معارض تشكيلية انما هذا المعرض مختلف شوية shift delete نقل او حسف 30 هي 30 ايه بقى 30 سنة ولا 30 يوم ولا 30 شهر ولا 30 دقيقة ولا 30 ثانية بيمسحوا ايه جوى المعرض ده معايا اتنين من الفنانين اللي موجودين في المعرض باسم يسري احد الفنانين المشاركين بمعرض shift delete 30 صباح الخير فن صباح الفل والاستاذ مصطفى البن احد الفنانين المشاركين بمعرض shift delete 30 صباح الخير صباح الخير ياسر ومصطفى باسم ومصطفى باسم انا اسف ومصطفى باسم ومصطفى ليه shift delete اه طيب هو انا 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 احد الفنانين المشاركين حسين مصطفى يتكلم عن النواحي التنظيمية اللي هي علاقة باختيار الاسم باختيار الفنانين ارجوك هو shift delete الفكرة جات كلها بناء عن الصورة اللي حصل في الصورة وان خطواتها الاولانية خالص تجيها عن طريق التجمع عن طريق الكمبيوتر فيسبوك وكده فبدأنا ان احنا نفكر الفكرة تيجي ازاي احنا ايه اللي حصل تلاتين سنة فاتت وازاي نشد الناس او الفنانين يعرضوا ايه في اللي حصل في التلاتين سنة دولة فاحنا قررنا معظم الناس عايزة تمسح تلاتين سنة دولة خالص علشان نبتدي من صفحة جديدة تمام فبناء على كده كان اسم المعرض shift delete 30 زي ما انت بتيجي تمسح هيحة مع الكمبيوتر تماما خالص فلازم يبقى shift delete يعني هنا التلاتين دي اللي هو تلاتين سنة تلاتين سنة المعرض ده معرض فن تشكيلي لمسح تلاتين سنة من حياة مصر اه بس طبعا هي الفكرة كانت قايمة على كده مش مسح تام هي حسب وجهة نظر كل فنان هيعرض ايه يعني فيه ناس ما مسحتش التلاتين سنة فيه ناس اللي هي شرحت وجهة نظرها ازاي يبقى التلاتين سنة دي مهمة جدا في العصر الموجود لان ازاي كان فيها مساوك ازاي كان فيها حاجات مهمة جدا زي ايه طيب يعني مثلا اه اختياز نجيب محفوظ جاهزة نوبيل تمام اه دكتور البردعي اه دكتور احمد زويل كل دي حاجات ننفعش ان احنا نمسحها خلص يعني معناها انه المعرض من وجهة نظر كل فنان بيقول وجهة نظره في مسح اه ايه اللي عايز يمسحه او ايه سلبيات اللي عايز يمسحه تمام طيب انا زي ما قلت في المقدمة ان المعرض ده مش زي اي معرض ممكن نخش نتفرج على لوحات مجرد لوحات كده صغيرة زيتية وخلاص المعرض ده بيتميز بايه طيب هو المعرض ده مبدأين نشارك فيه مجموعة من الشباب اه وهو زي ما حضرتك قلت انه اه معظم الناس بتبقى متخيلة انه المعرض الفنية هي عبارة عن لوحات متعلقة على الحيطة والناس ممكن تخش تشتريها وتعلقها في البيت كويس فالفن المعاصر مر بمراحل كتيرة جدا على مدار القرون اللي فاتت يعني ودلوقتي الفن مش بس لوحة بتتعلق على الحيطة بقى فيه اعمال مركبة العمل مركب ده معناه انه مكون من اكتر من عنصر يعني بالعمل بتاعي مثلا فيه رسم على الحيطة وداخل فوست الرسم ده فيديو فيه فنانين عارضين افلام يعني فيلم تجريبي طويل او قصير وفيه فنانين تانين عاملين اعمال مركبة مستخدمين فيها اساليب حديثة في الطباعة مثلا اللي هو الفنيل ده اللي بتلزق على الحيطة وعملين بيه اعمال فيه اعمال فوتوغرافية طب انا معلش انا بدون قطع كلامك عايزك تسترسل كمان واكتر وتفاهمنا اكتر من نوعية الفن دي اللي احنا النوع ده احنا مش متعودين عليه في مصر اه اه كجمهور مصري احنا مش متعودين على ده احنا عندنا اما معرض تصور فوتوغرافية اما معرض فن تشكيلي زي ما حدك قلت هو اللوحة كده مرسوبة زيتي وخلاص اه يعني اللي انا عايز اقوله ايه هل ده يطلق عليه برضو برضو ان انا بعرض فيديو اه على شاشة ده يعتبر معرض فن تشكيلي هو بالتأكيد هو المعرض ككل هو معرض فن تشكيلي يا كلمة فن تشكيلي او ترجمتها هتبقى بلاستيك ارت اه هي المصطلح ده وسع شوية بقى اسمه اه فيجول ارتس اه فيجول ارتس يعني فنون بصرية عظيم فهو المعرض ده يندرك تحت توصيف الفنون البصرية اللي هي فنون اللي انت بتستقبلها بعينك كويس ده ممكن يبقى نحت ممكن يبقى رسم ممكن يبقى حاجة شبه الديكور بتاع الستوديو اللي احنا عاديين فيه بس فيه فكرة اكتر بيوصل مفهوم معين بتاع الفنان مش مجرد انه للزينة او كوظيفي يعني ممكن يبقى فيلم ممكن يبقى فتوغرافية ممكن يبقى فيديو فده كل دي فنون بصرية بيندرج تحت بيندرج الشغل بتاعها تحت انتوا جايبين لنا بعض الصور ده ايه اللي على الشاشة دلوقتي ده العنوان بتاع العمل بتاعي اسمه برلمان الصورة انا بعرف اكتبها صح يعني بس هي مكتوبة شكل ده لان انا شغلي ساخر شوية وده كان يعني جزء كده صغير جدا من العمل انا حطت فيه بس العنوان بتاع العمل يعني يمكن هتيجي صورة دي صورة أوضح شوية العمل بتاعي كان أنا قلت واخد ثلاث حوائط من القاع ورسم على الحوائط دي وفي وسط الرسم في شاشة تلفزيون مرسومة وبيتعرض من خلالها فيديو أنا حتى بقدي بنفسي في كاركتر كده أو شخصية أنا بقى مثلها وفيديو مديته دقيقة وبيتكرر كل شوية انت رسم ايه على الحيطة معلش أنا شايف ان فيه واحد بدأة كبيرة قوي ولا أنا غلطان لا خالص مش غلطان خالص هسأل لأن نوف عيني فأنا مش واخد بقى يعني فيه أنا العمل بتاعي اسمه برلمان الثورة أنا مش بمسح بقى التلاتين سنة اللي فاته وأنا بفكر أكتر في نتيجة ان احنا دلوقتي بنحاول نعيد هيكلة التلاتين سنة اللي فاته أنا هضف لهم سنة كمان لأنه هما بقى واحد وتلاتين سنة الحقيقة لأنه مفيش حاجات غير فأنا بفكر في البرلمان والانتخابات اللي احنا فرحنا بيها كلنا والعالم كله كان بيكتب إنه احنا خلاص الانتقال الديموقراطي بيحصل في مصر وثورتنا الجليلة نجحت نعم فأنا بعيد النظر في الموضوع ده بس بحاول أتأمله كده بشكل أعمق شوية نعم وبطرح تساؤلات مش قصدي إن أنا أفرد وجهة نظر خالص على اللي بيتفرج وبطرح تساؤلات بأسلوب ساخر شوية لأن دي طريقتي أنا شخصيتي كده مش بتريع على حد على قد ما أنا بس مش هو في البرلمان ده بيعبر عننا ولا لأ ده من ضمن اللي انت رسمه على الحيط دي تفصيلة من التفاصيل فيها الفئات والعمال والإخوان حلو قوي فبس بتساءل هل فعلا البرلمان ده بيعبر عن اختيارنا الحقيقي هل الانتخابات دي كانت نازيها تماما وبتعبر عن إرادة الشعب هل البرلمان ده هيبقى عنده صلاحيات إنه يرسي قواعد الديمقراطية وقواعد الدولة العظيمة اللي فيها احترام لحقوق الإنسان وكرمته والحرية اللي نادت بيها الصورة فبحاول أشارك بس اللي جاي المعرض بيتفرج عليه في التساؤلات اللي في الدماغ دي اللي ممكن تكون بتدور في زهن ناس كتير ما ظن شنان الوحدي اللي عندي التخوفات دي اللوحة اللي انت التلات جدران دول هما دي اللوحة بتاعتك أو ده العمل اللي انت مشارك بي بالزرق طب كويس طب انتوا جات لكم الفكرة دي يعني إزاي بقى يعني أنا عارفت إنه كنتوا يعني مواليد من الف تسعمائة وسبعين لغاية الف تسعمائة تقريبا خمسة وتمانين خمسة وتمانين باخبالك هما دول بث اللي مشاركين في المعرض ده حقيق صح؟ أوه تمام لأنه هو الفكرة جات إن هي معظم الشباب اللي موجودين أو الفنانين اللي موجودين إن هما يكونوا الشباب اللي هما تولدوا في الفترة دي بالأخص أكتر علشان هما اللي عصروا الوقت ده فهما هيعرفوا يتكلموا إزاي عن الموضوع ده بوجهة نظرهم أو الناس اللي شاركت في الصهورة دي بوجهة نظرهم إزاي طب أنا لأه أكبر شوية يعني أكبر منكو يعني مثلا شوية حضرت برضو المرحلة دي شميعني يعني لا هو تحرمني إن أنا شارك نظر في المعرض ترجع لعملية تنظيمية أكتر شوية خلاص بس ما نتكلم عن عمالية تنظيمية في المعرض بتعمل إزاي طبعا إن إحنا حبينا إن إحنا الشباب هم اللي شاركوا أول معرض ده وبعد كده هبقى فيه يعني هنعمل معرض تاني بس للجيل اللي هو أكبر مننا شوية كويس اللي هو مؤسسة ذاتنا يعني بقى طب بناء على إيه يعني أو مين اللي بيختار مثلا إن العمل ده أنا فعلا اللي ينفع يتحط في المعرض العمل ده لأ مش هيتحط في المعرض وخصوصا إنه بس بيقول لي إنه يعني ده ثلاث حطان أيها يعني ثلاث حطان إنت أكيد من أنا قلتهمش مثلا من البيت ده أنت جيت رسلتهم في المكان صح؟ لا أهي طبعا العمالية تنظيمية كانت قايمة على حاجة تاني خلص تماما لأن إحنا يعني فكرة آه كانت فكرة لأن هي الموضوع إحنا بنرشح حد مننا من الائتلاف كله بيبقى هو ماسك الموضوع تماما اللي هو كان إبراهيم سعد هو بيبتدي بنختار الفنانين على أساس شغلهم اللي قبل كده تمام إنه هو يقدر يوظف إزاي الشغل بتاعه ده وإيه رأيه في الموضوع اللي بيحصل في التلاتين سنة اللي فاتت تمام فإحنا اختارنا تقريبا تلاتاشر فنان هم اللي قموا بالمعرض ده كل واحد فيهم بنبتدي نعمل زي اجتماع تماما بنحدد كل واحد بيبتدي يتكلم عن فكرته هيعملها إزاي هيشتغلها إزاي بنبتدي نحدد المساحات بتاعتنا وبنبتدي نشتغل على ده أنت عملتوا المعرض ده فين في بيت الأمة مركز ساعة الزغلول ده يعني بدايتوا من إمتى من عشرة واحد لحد تلاتين واحد من عشرة واحد لتلاتين واحد بوزارة الثقافة لا يعني مجموعة التنظيم بقى الأول الفكرة كانت نبع من اتلاف شباب التشكيلين تمام هي عبارة عن مجموعة فنانين مستخلين تماما بس بيحاولوا أنه أستاذناك مصطفى دي صورة إيه بقى معلاش فيه صورة ده عمل فني اللي فات لأ العمل الفني ده ده التامر شهين هو مصور فتغرافي وهو عامل حاجة عن مصر عمتا هو مصور حاجات عشوائيات ومصور حاجات تانية عبارة عن مشروع اسمه أصائص أساسا وبيبتدي يتكلم عن اللي بيحصل في مصر عمتا سواء في الأماكن الراقية جدا سواء في الأماكن العشوائيات وبيبتدي يدخل ده جنب ده يعني بيبتدي يبيحصل يعمل مقارنة يعني زي مكسا آه ما بين الاتنين مع بعض العمل التاني ده لأحمد بعبد الفتاح هو عبارة عن مجسم نحت رأس حمار فهو بيتكلم من ده نتيجة 30 سنة اللي فاتت نأكد بس ان ده نحت مش رأس حمار لا ده نحت وهو موظفه ان هو حطه في صندوق زجاجي وهو بيتكلم كانت فكرته قايمة ان ده بن قدم زي بن قدم ميت بس برأس حمار وهو كان بيتكلم ان ده نتيجة 30 سنة يعني ده ده اللي حصل اللي ناس معينة تمام ده ابراهيم سعد الكمسوري العام للمعرب بتاعنا وهو حالين ده نتيجة في سويسرا ونظم معنا المعرض وهو كان مزك التنظيم هو فنان مشارك وهو كان عمله ده كان عبارة عن بيتكلم عن السورة الرومانية واللي حصل في السورة الرومانية وانه ما يتكررش هنا تاني في مصر بس يعني هو ده كان ملخص فكرة العمل بتاعه ده العمل بتاعي كان عبارة عن ربيع بالقائد ان انا حاجبت عملت حالة رصد لتلاتين سنة فاتت عملت رسم بياني على التلات جدران كانت وسطهم فيلم فيديو التلات جدران انا عامل عبارة عن رسم بياني خط عرضي انه بيبقى السنين من 81 لحد 2012 والخط الرأسي بتاعي ده شهور وكل ده بيقابل بعضه فمثلا بيبقى فيه حدث معين سنة 81 مش عارف شهر اكتوبر مثلا فده كان تعيين الرئيس المخلوع محمد حسن المبارك تمام فبعدها مثلا بينجيب اختيال رفعة محجوب تعوده مجلس الشعب حصول الدكتور زويل على جهزة نوبل وهو كزلك الاحداث كلها نرصتها على الحيطة في العمل بتاعي هو عبارة عن حالة رصد عامة كاملة حلوة اوه وده جوه الفيديو جوه الفيديو كان بشرح حاجة تاني ان الناس كانت مستنية الامل يعني ايه الجديد ايه اللي حصل الفيديو بيناقش بقى سنة 2012 بس انا مش ملاحظ انه الكاميرا ازا كانت فتغرافية او ازا كانت فيديو اللي باقت في الموبايلات باقت حاجة مهمة جدا في حياتنا يعني يعني التوصيق او الفيجن زي ما انت بتقول اللي هو الستايل من المعارض ده بقى واضح جدا ان احنا في حياتنا ان كل واحد معاها تلفو مش معاها تلفون بقى هو كل واحد معاها كاميرا معاها كاميرا فيتغرافيا او معاها كاميرا فيديو دخول دخول التكنولوجي دي في حياتنا بشكل عام وبقىنا ما نقدرش نستغنى عنها بسبب ان خلاص ما بقاش في حاجة اسمها ما يعيش بتلفون موبايل صحيح فدخولها مجال الفن ده يعني راجع لايه او تقييمك لايه هو مبدئيا يعني التطور في مجال التكنولوجيا بيأثر جدا في جميع نواحي الحياة يعني زي ما انت قلت انه بيأثر على اسلوب حياتي انا ان انا بقى معايا التلفون بتاعي بقى شبه الكمبيوتر بقى فيه كاميرا وفيه انترنت وفيه زي اجندة بسجل فيها الموعيد بتاعتي فده بيغير رتم حياتي اصلا بيغير من سرعة ادائي لمهمات معينة بيخلي عندي اختيرات اكتر في الوظائف اللي اقدر اقوم بيها ده بينعكس على كل حاجة وبينعكس على الفن برطو انه التطور ده على فكرة حصل في اوروبا مثلا وفي امريكا من زمان قوي انه مع احنا متكلم دلوقتي في بداية مطلع القرن الواحد وعشرين مع ظهور اختراع الفوتوغرافية وبعدين السينما ده انعكس على الفن التشكيلي من زمان جدا وابتدى موضوع الاعمال المركبة والفيديو ان يبقى الفيديو ده وسيط فني مش بس وسيط توسيقي او سينمائي ده دخل في الفنون وده كل ما بيتضاف اكتشاف تكنولوجي جديد او طفرة في التكنولوجيا بتدخل في الفن عشان كده فكرة اللوحة المرسومة او الزيت ما بقاش ده بس الفن يعني هو ده لسه موجود وبيتعمل بس يعني زي كده ما انت بتيجي نتكلم على الستوديو انت لو هتيجي تستخدم كاميرا معمولة في الاربعينات هل ده دلوقتي هيقدي الوظيفة المطلوبة منها لا بس ينفع انك تستخدم كاميرا معمولة في الاربعينات بس توظفها بحيث توصل فكرة معينة عظيم نفس الحكاية في الفن انت لما هتيجي تستعمل لوحة رسم ده وسيط قديم قوي انت ممكن لسه تعمله بس تقدم فيه حاجة جديدة بس مع ده داخل تكنولوجيا جديدة فيه اعمال بتبقى ميكانيكية تماما مثلا فيه فنانين بيعملوا نحن معقد جدا وداخل فيه مواتير وبرامج كومبيوتر وعمال تفاعلية يعني انت ممكن تدخل معلومات على كيبورد عشان يظهر لك العمل يعني انت بتعمل حاجة فالعمل بيرد عليك فده كله بقى داخل في الفنون التشكيلية واحنا في مصر طبعا التكنولوجيا عندنا مش متقدمة زي برة بس المتاح لنا للوقتي الشباب بقوا بيستخدموه يعني احنا للوقتي بقى كل واحد بقى اي بني ادم ماشي في الشارع هو اعلامي معاه الوسيلة اللي يقدر يسجل بيها صورة ويكتب بيها وينشر ده كمان لجمهور وده بالاضافة لانه هو بقى دليل دليل على اي حاجة طبعا 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 فبقينا كلنا متاح لنا ان احنا نعبر عن الافكار ونقدر ننشرها كمان مش بس بكتبها لنفسي واحتفظ بيها وفرجها لصحابي لا انا بنشرها على الانترنت والناس بتكتب لي كمان تعليقات يعني بتفعل مع جمهور والجمهور ده بيرد علي كمان بيقول لي رأيه بيقول لي لا وحش جدا متعملش كده تاني عجبني جدا فطبعا ده منظومة متكاملة يعني في كل نواحي الحياة بقى ده متاح بس مصطفى انتو من الصور اللي نزلتوا مثلا ميدان التحرير في ايام من الايام ولا لأ هتوقعنا ليه في مشاهد مشوقت يوم من الايام لا صحيح والله هل عاشرته ده بكل تفاصيل بكل تفاصيل وليه وقعكوا لأيه بس انا بنسى على ايه انا بنسى على كلامنا خفيف عليكم دلوقتي معرض من المعرض ده ماينفعش ان هو مثلا يتنقل ويروح في مكان تاني لو ده احنا بنفكر فيه حاليا دلوقتي بس بس انا كنت لسه نكملتش مين الجهة المنظمة للموضوع مفروض ان الفكرة كانت نمع من اتلاف شواء بالتشكيلين الجديد في الموضوع ان احنا بدأنا ندمج المؤسسات الخاصة مع مؤسسات الحكومية يعني احنا كان من الحاجات اللي راية معنا الموضوع اكتر او المنظمين كان فيه خارج الدائرة ده الهم خطاب وكان فيه طبعا ايجاد مشاريع عيدة توراي ومدولة فنانين وبيحاول انهم يعملوا مؤسسات جديدة وكده من الناس اللي ساعدونا جدا جدا مصراحة وطبعا معنا قطاع الفنون التشكيلية تحت وزارة الثقافة مع دكتور صلاح المليكي فكل ده كان دمج للموضوع كله ان احنا ازاي بقى نوظف المجميع دي مع بعض ان احنا نطلع بالمعرض ده فطبعا دلوقتي احنا ان شاء الله بنحاول بعد المعرض ما يتعرض هنا في القاهرة دي كانت اول فكرة لنا ان احنا ننقل المعرض في سكندرية طب سؤال بقى يعني ارجوك سؤال واقع هنا هو في الحتة دي واخبارك تلوقتي انا لو هو معرض تشكيلي او لوحة فوتغرافية اروح شايل اللوحة منه على الحيطة اروح خاططها في حيطة تانية ده تمام انما الراجل باسم ده اللي عمل يعني حيطة كاملة وحيطة تلت حوائط رسم عليهم وحط تلفزيون التلفزيون هتنقل انما الحوائط هتتنقل لا الحوائط مش هتتنقل اللي بيحصل ان احنا بنستدع الفنانين اللي هم مطالبين اللي هم رسموا على الحيطة مثلا زي باسم بيقرر عمله ده تاني هناك في المكان اللي هو المطلوب ان هو هيشتغل فيه حتى لو احنا هننقل المعرض ده برا مصر كمان اه ما هو ده اللي انا عايز نفسي هقوله اه يعني هو احنا معرض زي معرض دي ممكن فعلا انها تطلع برا في اروبكا ولا بلاد عربية احنا بنحاول على ده دلوقتي حلال اعتقد ان ده هتبقى حاجة جميلة ليه بس احنا حابين انه هو ينتشر الاول داخل مصر كالفن المعاصر نفسه الاول وبعد كده ان احنا هنطلع برا مصر لان انا اهم حاجة عندي بصراحة الجمهور المصري هو اللي يشوف ده تمام وخصوصا ان احنا مش متعودين على هذا النوع من الفن اه بالزبط اعتقد انه ممكن يكون يعني الجمهور يبقى حابب يشوف حاجة زي كده انها حاجة مختلفة مش مجرد لوحة تشكيلية احنا مجرد في الفتباح بصراحة يقولك الفنان التشكيلي المجموين انا مش فاهم انه حاجة لوحة دي زي ما فنان عد الامام يعني انما هو فن يحترم جدا وفي لوحات بملايين الدولارات يعني فن محترم جدا حلو انه كنتوا معصرين للفن الحديث حاجة جميلة ان الفنان المصري يكون متتبع لاخر الفنون وخصوصا ان فيه اصوات كده حوالينا بشكل او باخر عايزة تكتم الفنون وعايزة تكتم الابداع الانسان صحيح بشكل عام باسم يسري احد الفنان المشاركين بمعرض شفت ديليت تلاتين ومصطفى البن احد الفنان المشاركين بمعرض شفت ديليت تلاتين نورتونا ربنا خليك انا بس حابب بس انا عشان قفلت عليك الباب لما سألت عن الثورة فانا يعني ممكنش قصدي ان انا غير السكة فبس حابب اجاوب على سؤالك بشكل معلش انا اسلوب يساخر زي ما انت شفت في اللوحات ده ساعات بيطلع كده طالد هي السنة اللي فاتت دي من اهم السنين اللي مرت عليها في حياتي واثرت فيها كبني ادم وكفنان في نفس الوقت وحتديني رصيد يعني افكر فيه وتكلم عنه بقية حياتي والسنة اللي فاتت دي هي ممتدة هي ما خلصتش يعني انا بالنسبة لي الثورة مستمر زي ما مصطفى كاتب في الاخر كده رصد الاحداث بتاعة الثورة مستمر انه انه حصل كذا وكذا وكذا وبعض الاحداث من الثورة موقعت الجمل وتناحي مبارك وبعدين الثورة مستمر فآه احنا يعني انا واظن مصطفى برضو احنا عصرنا الثورة بكل تفاصيلها وبنتكلم عنها وحنفضل نتكلم عنها وحنكملها ان شاء الله اذن الله شكرا لكم وبرك وقول اللي انت عايزه ما بقاش في حد بيخاف ولا كاف بشكل عام صحيح بعد الثورة وزي ما انتم بتقولوا فعلا الثورة مستمرة لانه النجاح الثورة انه يبقى فيه حد جاه وحصل استقرار وحصل تغيير بسيطة حد دلوقتي ما حصلش اي تغيير صحيح يعني يعني لا ما هو لا عشان يحصل تغيير المفروض انه في حد المفروض انه يجي مثلا عشان يبقى فيه خطوات ايجابية بقى بعد ذلك يحصل فيه تغيير ايجابي بالزبط نتمنى ان احنا نشوف وتغيير نمسه في حياتنا فعليا انه التعب اللي الناس فيه يتغير بس فاحنا معاك شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شاهديننا فاصل سريع وانهاركو دايما مليان بالامل وشفت دليت لأ مش عايز اقولش شفت دليت انما هو معرضو خلاص شكرا لكم